لم تنتهي أصداء تعليق وزير الشؤون الدينية الباكستاني شودري سالك حسين بشأن اختفاء نحو خمسين ألف باكستانيين في العراق بل فتحت المجال أمام الحديث عن مشكلة العمالة الأجنبية غير النظامية والتي تدخل إلى البلاد بطرق غير قانونية وتنتقل بين المدن للعمل تحت وصاية ورقابة مكاتب تشغيل تتجاوز على القانون بالمقابل باشرت السلطات العراقية حملات مشددة للبحث عن العمالة الأجنبية من دول مختلفة وطرد ومحاسبة غير القانونيين منهم وتستقطب السوق العراقية العملة الأجنبية وتحديدا من إيران وباكستان وبنجلادش بالإضافة إلى السوريين واللبنانيين بالنظر إلى الانفتاح الاقتصادي ووجود شركات ومقرات ومحالة تجارية ومجمعات للتسوق تحتاج إلى أياد عاملة لكن الحديث عن شرعية وجود هذه العمالة لم ينقطع ولسيما أن الأجهزة الأمنية تعلن بين فترة وأخرى عن اعتقال متجاوزين على القانون أو جماعات من هذه العمالة كانت قد دخلت من دون جوازات وأوراق ثبوتية أغلب العمالة الأجنبية في العراق تصل من دولتين هما بنجلادش وباكستان ويصلون عبر إيران وتركيا ودول الخليج العربي إذ شهدت السنوات الأخيرة دخول أعداد كبيرة من الفاكستانيين والهنود إلى العراق مع الزائرين للبلاد في المناسبات الدينية أوامر صدرت أخيرا من وزارة الداخلية تغضي بالمتابعة الشديدة وعدم السماح لعبور أي من الأفراد بطرق غير شرعية وأن العمالة الفاكستانية أغلبها دخلت في توقيتات كانت فيها الإجراءات العراقية لمتابعة الزوار الإيرانيين غير جادة أو أنها متساهلة فالمحصلة لكل ذلك البطالة تكون من نصيب الشباب العراقي إلى جانب خروج العمالة الصعبة من البلاد لإنعاشي اقتصادات دول أخرى ترجمة نانسي قنقر